أهلا بكم وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بدأت تطبيق قرار إلغاء الكفيل واللي أعلنت إنها بتهدف من خلاله تحسين العلاقة التعقدية ونظام حماية الأجور وتوصيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية والمبادرة دي من إحدى مبادرات التحول للوطني السعودي لبناء سوء عمل جذابة وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وحسب تصريحات عدد من مسؤولين هعرفكم مميزات إلغاء نظام الكفيل للمصريين بالسعودية واللي أهمها تمنح الحرية للوافدين الأجانب من العمالة بتغيير الوظائف ومغادرة البلاد بدون قيود وبدون إذن الكفيل اللي كان بيحصل الأول واللي استمر الأكتر من 72 عام وكشف عاد الحنف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عن وجود ارتياح كبير بين أمناء الجلال المصرية بالمملكة العربية السعودية من تطبيق هذه المبادرة اللي هي إلغاء نظام الكفيل واللي هيكون ليه أثر إيجابي كونيها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واللي بتشهى التطور في جميع الأعمال والمجالات أما بقى المميزات اللي هتعود على المصريين هي توصيق عقود العمل بوزارة الموارد البشرية السعودية ووزارة القوة العامة أو الهجرة المصرية زيادة الرواتب والأسواق الحرة وتحسين سوق العمل وتنمية الكفاءات البشرية حل المشكلات بين العامل وصاحب العمل إلكترونياً عبر منصة ودي بيساعد إلغاء نظام الكفيل على الحد من المشكلات بنسبة تجاوز 95% خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصة أبشر تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره حرية الانتقال من عمل لعمل تاني عند الانتهاء عقد العمل بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل اختار صاحب العمل إلكترونياً بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوم من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية المواصقة عدم تحمل العمل دفع أي رسوم حكومية رخصة عمل أو إقامة أو رسوم الخدمة فرصة الشعور بالاستقرار وحرية استحاب أسرته حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة وفقاً للقوانين المعمول بها احتفاظ العمل بجواز سفره عكس ما كان بيحدث منظام الكفيل حماية الأجور وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية كمان بيمكن للعامل التنقل لأي جهة أخرى مدام أكمل عاماً عند صاحب العمل وده هيحصل زيادة في سوق العمل المصرية داخل المملكة العربية السعودية استقدام كمان كفاءات أكتر على مستوى المملكة وسوق العمل السعودي كمان القرار ده بيحسن القوى الانتجية للمؤسسات السعودية والشركات الكبرى بيؤدي لوجود مستويات مرتفعة من العمالة سواء من الجنسية المصرية أو الجنسيات الأخرى وبكده احنا قلنا مميزات القرار دوت على المصرين في الخارج علشان ما يقلقوش ولا يكون فيه مشاكل تاني مع الكفيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة